فطر شديد السمية يحتوي على سموم يمكن امتصاصها عن طريق الجلد تم رصده في الغابة المطيرة بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم للمرة الأولى وقال علماء من جامعة جيمس كوك في أستراليا إن فطر المرجان النارية المعروفة في كوريا الجنوبية واليابان على أنه من أشد أنواع الفطريات السامة في العالم أثر عليه بالقرب من كيرنز في ولاية كوينزلاند الشمالية وقال مد باريت الأستاذ بجامعة جيمس كوك إن الفطر المميز بلونه الأحمر يسبب مجموعة مرعبة من الأعراض في حال تناوله مثل آلام في المعدة والقيء والإسهال والحمى والخضر يتبعها تقشر جلد اليدين والقدمين على مدى ساعات أو أيام ودمور المخ وقال باريت إن من المرجح أن تكون الفطريات قد نمت بشكل طبيعي في كيرنز رغم أنه تم الإبلاغ عن حالات مشابهة في إندونيسيا وبواغين الجديدة وأضاف أن العثور على فطر مميز بهذا الشكل وله أهمية في المجال الطبية يضير أنه يجب إجراء أبحاث حول الفطريات في شمال أستراليا موسيقى